دعاية فرصة انت قلت بتشكيل تعال نبص بقى ونشوف الجمهور الورد الموح هل نتوقع نفس التشكيل ولا لا احنا طرحنا سوال في بداية الحلقة طلبنا من الجمهور يدخل ويشارك من خلال صفحات قناة الاهل عبر السوشيال ميديا سوال فيسبوك او حتى الانستجرام او على منصة اكس ويشارك بتوقعاته ولنا توقعاته لتشكيل الاهل في مباراة الزملك هل في تشكيل منهم هيكون مطابق لتشكيل زماننا محمود شوق ولا هنشوف اراءة تانية نبدأ مع بعض ونشوف توقعاتها جمهورنا على التشكيل اول واحد معنا محمد رجب بيقول شبير يحيى وياسر وربيع وأقرم مروان السلية امام الشحات وسام برسي تاو ادي اول تشكيل معنا من محمد رجب محمد الشناو بيقول شبير وعمر كمال ربيع ياسر يحيى اقرم امام مروان طاهر وسام تاو تتمني ولا توقع بس هي توقعتهم مش تمنيات احمد بيقول الشناو في حراسة المرمى اقرم ربيع ياسر عطية الله مروان امام الساعي ده توقع جديد بالنسبة للساعي الشحات وسام طاهر طب نشوف توقعات تانية معنا باسم خالد بيقول حراسة المرمى شبير الدفاع رمي ربيع ياسر ابراهيم يحيى عطية الله اقرم توفيق باسم واضح ان هو مذاكر مع محمود بنفس الفكرة خط الوسط امام مروان افشا الهجوم ريدا سليم وسام ابو علي حسيني الشحات خلي بالك هو قال مروان وامام وافشا وافشا ده انا تمناها بالمناسبة تتمناها لغاية انا متوقع غيره اه ففانا يقول ان التوقع والتمنى والتمنى طيب علي وده اخر توقع معنا بيقول محمد الشناوي رمي ربيع ياسر ابراهيم يحيى عطية الله اقرم توفيق باكي مين الغالبية شايفة كده فعلا مروان عطية كريم ندفد امام عشور طاهر برستاو ووسام ابو علي لو سألت كل واحد في الشارع الرياضي كل واحد يقول تشكيل مختلف ربنا يكون فعون مرس الكولر يقدر يوصل للتوليفة المناسبة